صراع محتدم وتراشق بالتهم والألفاظ بين الرئيس السابق دونالد ترامب ومنافسته حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة نيكي هيلي قبيل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامشير خلال تسعين دقيقة كرسها ترامب لتوجيه رسائل عدة لمنافسه تضمنت تكثيف هجومه المهني والشخصي على هيلي لكنه أيضا وفي خضم من شغاله بالحديث عن هيلي اتهمها في زلة لسان بالفشل في وقف اعتداء الكابيتل عام 2021 هيلي استغلت تلك الزلة للتشكيك بالأهلية العقلية لترامب نستمع ما يقلقني هو أن لا أقول أي شيء مهين ولكن عندما تتعامل مع ضغوط الرئاسة لا يمكن أن يكون لدينا شخص آخر نتساءل عما إذا كان مؤهلا عقليا للقيام بذلك التشكيك بالأهلية العقلية كان دائما ما يوصم به الرئيس الأمريكي جو بايدن وقد تكون المرة الأولى التي يشكك فيها بصحة ترامب العقلية لكن بماذا رد ترامب على هكذا اتهام؟ نستمع أشعر أن عقلي أقوى الآن مما كان عليه قبل 25 عاما هل هذا ممكن؟ أنا حقا أشعر بهذا بعيدا عن الصحة العقلية وجه ترامب انتقادا امتد حتى مواقع التواصل الخاص به بدءا من انتقاد أصولها الهندية وقوله أنها غير مؤهلة ولا تملك ما يلزم لتكون في منصب الرئيس واتهامها باستخدام أموال الديمقراطيين المتطرفين لإدارة حملتها الانتخابية نيكي هيلي على الطرف الآخر رفضت هجمات ترامب وعزتها إلى أنها دليل على أنها تشكل تهديدا لأمال ترامب بالوصول مجددا للبيت الأبيض بل وقالت أن عودته قد تخلق فوضى بالسياسة الأمريكية نستمع سياسته تخلق الفوضى أنت تعرف أنني على حق الفوضى تتبعه ولا يمكن أن يكون لدينا بلد في حالة من الفوضى ويمر بأربع سنوات أخرى من الفوضى لن ننجو منها تبقى الدعاية السلبية سلاح مرشحي الرئاسة الأمريكية للفوز في الانتخابات الأشرص لكن الأهم هو ما ستعكس علي تلك الحملات على أصوات الناخبين في نيوهامشير شكرا